السلام عليكم كورونا أول ما انتشرت انتشرت في الصين طلع دكتور اسمه اليانج وقال يا إخوان في كورونا بكل سهولة الصين قتلت هذا الرجل قتلت وضحكت علينا طبعا هي قالت أنه مات بالكورونا ومسكين انتقلوا العدوى وراح فيها زلم التكل ما لحقنا لخلص من اليانج طلع في ألمانيا الكموني طبعا يبتونسي وقال لك أنا قادر على أكتشف العلاج الدوى عندي يا إخوان فجأة انقتل طلعت مريكل تخيلوا مستشارة ألمانيا طلع تقول لك لا والله يا إخوان هذا ما انقتل مات جلطة مستشارة ألمانيا بعظمتها طالعة تبرر ليش واحد مات إلا بحالة واحدة إلا إذا كانت هي وحكومتها مت ورطين في قتله الفيلم ما خلص يا إخوان الفيلم ما شاء الله عليه الفيلم زي أيام السينمات القديمة عرض 24 ساعة متواصل أجانا الخبر من روسيا ثلاثة أطباء وباحثين انتحروا طلوا على عمارة وكل واحد نطل من العمارة اللي هو فيها والسبب والله ضغط نفسي كلهم انضغطوا نفسيا وكلهم انتحروا وكلهم بشتغلوا على كورونا وكلهم بحققوا وببحثوا في إيجاد علاج لكورونا كنا معلش يا إخوان يعني الصين روسيا ألمانيا يعني الأمن فيها مش مستتب الأمن موجود في أمريكا أمريكا ما فيش بتخبى فيها أم الحريات والديمقراطيات وأم الكذب كمان شوي واحد اسمه دكتور اليو بشتغلوا على كورونا وقرب يلاقي الزلم علاج وقرب يلاقي لقاح في ظروف غريبة عجيبة لقوم مقتول في بيته أربع رصصات في رأسه في قلبه في بطنه يعني ما خلوا نخلوا تنخيل والمشكلة اللي قتله طلع من عنده انتحر يا سبحان الله انتحر واثنين طلعوا زعلانين على بنته اثنين بحبوا واحدة يعني رجوا على المسلسلات المصرية القديمة بحبوا واحدة طخ وانتحر يعني مش عارفين يكذبوا علينا شكل ما فيه مخرج في أمريكا ولا عليكم عندكم هولوود هولوود اللي بتصنع كل أفلام الكذب اللي عملت أبطال وهم بسووش شلم اللي سووتكوا أقوى ناس في العالم وانتصرتوا على العالم في الرعب وفي هولوود مش لقين واحد يخرج لكم مسرحية غبية ويتلاحب طريقة أفضل من هيك الأغرب من كل هاي القصص علم ياباني اسمه ساكي طلع بقولك أنا صار لي من شهر باتصل مع باحثين وعلماء في الصين ما بردوا علي يا جماعة فأنا ولأ قلت له يا ساكي يمكن هذوي للجماعة مرضى نعسنين تعبنين شووا ليثير عليهم اتصل فيهم بكرة ساكي بقولك قد ما بحكي ما بردوا ولأ أنا خايف يكونوا نقتلوا له يا ساكي انت خايف يا رجل انسى موضوع اصحابك اصحابك صاروا بستخرجوا بنعظامهم البترول صاروا مقتلين وخلصين هذا كورونا اللي بتديروا الدولة السفلية وبصراحة أسفل من هيك دولة في العالم سفلية ما فيه تقتلوا العلماء بتجوع الاقتصادات بتجوع الناس بتهد في دول البترول صار بتراب المصاري شركات الطيران فلسات المصانع بتشتغل بنص قوتها واللي وقفت عن الشغل الأسهم صارت في الأرض ولسا احنا في الأردن يفتحوا بورصة عمام هي أصلا البورصة من هارة خلقها بتكونوا تكملوا عليها أنا مش عارف كيف الشغل بصير وكيف العالم بتفكر القضية واضحة هناك من يتآمر على العالم وهناك من يريد سرق الثروات العالم كله فيه ناس بدون يخلون على الحديدة يا جماعة واذا لقوا الحديدة بأخذوها هذول الناس معروفين هذول الناس مصر الماسونية والصهيونية وأكم واليمين المتطرف ورأس المال القذر أكم من واحد هذول ملتمين وقاعدين بدون يخربوا بيت العالم لأن عمليات الاغتيال اللي قاعدة بتصير لا تقوم فيها دولة يعني آمنا أمريكا بدها تقتال اللي عندها بس شو بدي يوديها على الصين تقتال ولا على روسيا والصين لو هي السبب أوكي رح تقتال في ألمانيا ولا رح تقتال في أمريكا القصة أكبر من كل هاي القصة قصة الناس اللي بيمشوا هاي الدول القصة قصة الزعماء تابعين هاي الدول تابعين لهذول الناس الناس رح يقولوا شوفها الزلم هذا نهبل وبيحكي عن مؤامرة كبيرة ومؤامرة ومؤامرة هل اكتون أنتو الشعب العربي كل حياتكم مؤامرات صار الواحد إذا اتأخرت السيارة مؤامرة إذا ركب في الباص مؤامرة إذا دخل طلب أكل في مطعم وتأخر عليه القرسون مؤامرة إحنا صرنا شعب نظرية المؤامرات هيك مفكرون لكت إخوان مهل ما بشوف من الغرباء الأعمى والبعرة تدلوا على البعير بس المطلوب نحلل شو اللي قاعد بصير أربع جرائم في ثلاث قرات في أربع دول مختلفة تترك مئة ألف علامة استفهام عند الأعمى مش عند المفتح وأنا أتحدى دولة في العالم تطلع وتقول أنا ما عندك كورونا والله غير ثاني يوم وصير عندها كورونا وبقرار سياسي اقتصادي برشوة المصاري بدك تقول عنده كورونا وبدك تعمل زيك زي غيرك وبدك تمشى على البرتوكول الموجود بدك توقف الطيران وتسكر المصانع وتضب الناس في البيوت لأن الكورونا بحددك فأنت بدك تختار يا أما تموت من الجوع زي ما بدنا أحمى الفاسدين طبعا أنا على قد حالي الفاسدين يا بتموت زي ما بدهم وحسب رغبتهم يا أما بدك تموته بكورونا وعلى حالتين أنت كده ميت وكده ميت الله يعين لعلي جاي وبصراحة شكل الفيلم كبير والكذبة كبيرة والضحك علينا كبير وإحنا وقعنا بين كورونا وبين مجموعة نصبين يعني البهر من ورائكم والعدو من أمامكم كورونا أمامكم والنصبين ورائكم فما لكم إلا الصبر والدعاء لله والله يرحمنا ورحمتكم السلام عليكم